حكايتنا النهاردة بتبتدي في صحراء اغربة مع الوزير جعفر وزير الملك ودراعه اليمين بيكون معاه لس وكان جايب له جعران دهب سحري بيعرف من خلاله ان هو يوصل لكهف العجاية طبعا الكهف ده كان معروف انه فيه كنوز كتير ومنها المصبح السحري اللي جعفر بيدور عليه من زمان بيقمر اللس اللي معاه ان هو يدخل الكهف وحارس الكهف بيحذرهم ان الشخص اللي هيدخل لازم يبقى أقل ببيض ومش مال يعني من الآخر وعلشان كده اول ما اللص ده يحاول ان هو يخش مدخل الكهف قفل عليه وموته جعفر بيقول للطائر بتاعه كده هندور على واحد تاني بقى علشان يدخل لجبنان المصباح بنروح للمدينة وبنقابل بطل الحكاية علاء الدين علاء كان شاب فقير ومشرق وحراس المدينة كانوا يترضوه علشان سرق ريغيف عيش علشان يأكله كان معاه اردو المشهور عبود واللي تقريبا اتعاد منه وبقت حركاتهم هما الاتنين زي القرود بيعرف برشاكته ان هو يهرب من الحراس ولما بيقعد هو والارد علشان يأكله بيشوف اطفال جعانين بيدوروا في الزبال على اي حاجة يأكلوها وهنا بيظهر قلبه الطيب لما بياخد الرغيف اللي هما سرقوه وبيديل الاطفال وهما بيفضلوا جعانين بعدها بيظهر الامير واللي كان جاي من بلد تاني علشان يطلب ايد ياسمين اميلة المدينة بتاعتهم وبنت الملك وهو ماشي الاطفال بيقف قدام الحسان بتاعه وهو كان عايز يضربهم بس علاقة الدين وقف ساعتها ودفع عن الاطفال دول الامير طبعا معجبوش اللي حصل ده واقعد يقول له انتو شوية عبيد ورعاع وفقر ومعفنين يساب ومشي بنروح بقى للاميرة الجميرة ياسمين هي والنمر بتاعها واللي كانت رفضة الجوازة دي وعلشان كده بتخلي النمر يعمل كده في العريس الملك باباها كان متضايق وبيقول لها ان قانون المملكة بيقول ان الاميرة لازم تتجاوز امير بس هي بتكون عايزة ان هي تعيش قصة حب وتتجاوز من اللي بتحبه كده بيظهر بعدها الوزير جعفر الشرير للملك وبيقول له ان هو هيتصرف ويجيب لها عريس مناسب ليها بيطلب منه الخاتم اللي في ايده والملك ما بيقدرش ان هو يرفض بسبب تأثير العصايا السحرية اللي مع جعفر بعدها الاميرة ياسمين بتتنكر وعايزة تخرج من القصر وتشوف عمة الشعب وكده وعلاق الدين والقرد بتاعه بيكونوا في السوق لما بيشوف ياسمين وبيعجب بجمالها جدا وطبعا ما كانش يعرف ان هي الاميرة بتشوف الاميرة طفل جعان واقف جنب التفاح فبتلقائية بتاخد واحدة وبتدهاله صاحب الفاكهة مسكها وكان مفكرها ان هي بتسرقه وكان عايز اضربها بالسيج ساعتها بيدخل علاء الدين وبيقول له معلش اصله هي اختي عبيطة واحنا بنعليجها جعفر بقى كان في القصر بيعمل سحره وبيطلع ان الشخص بقلبي كبير اللي ممكن يدخل الكهف هو علاء الدين واللي كان لسه مع الاميرة وبيعرفها على حياته وان ازاي هو مقضيها واللي في نفسه بيعمله طبعا الاميرة كان عجبها حياة الحرية دي على عكس حياة الحبسة اللي في القصر بتعرفوا ان هي اميرة بس البلد تانية بعيد وان هي هربل بسبب ان ابوها عايز يجوزها في الوقت اللي بدخل فيه حراس جعفر واللي كان بعيتهم علشان يجبوه بس الاميرة ساعتها بتقلل عن نفسها وبتقولهم ان هما يسيبوه الحراس بيقولولها ان هما بيخضوا اميرهم من جعفر مش منها هيا بتروح على طول جعفر وبتسأله ابض عليه ليه وهو بيقول لها ده كان اكيد خطفك واحنا خلاص هنعدمه بس طبعا هو كان عايزه علشان هو الوحيد اللي ممكن يدخل الكهف علاء الدين كان في الحبس مستني مصيره في الوقت اللي بيجيله الارد وبيعرف ان هو يفك ايده وهنا بيظهر له عمك الحج ده بيطلب منه ان هو يساعده وهو في المقابل هيدي له كنز من كنوز الكهف علشان يديه ديه للاميرة العجوز ده طبعا كان جعفر الشرير بس متنكل بيروحوا فقلا على كهف العجايب وبيقول لعلاق هات المصبح بس وبيحذروا ان هو ما يلمسش اي كنز تاني بيدخل هو والارد اللي اول ما شافت جنوز والدهب كان هيتجنن بس علاء بيوقفه وبيقول له احنا ما ينفعش نلمس اي حاجة تاني هنا غير المصبح وبس وهما بشيين بيلاقي ان فيه بصوات سحري ماشي وراهم كان بيحاول ان هو يساعدهم ويقول لهم مكان المصبح فين اللي بيدوروا عليه بيشوف علاء الدين المصبح وبيطلع علشان يجيبه بس عبود بيشوف جوهرة حمره وبيتشد ليها جامل في نفس الوقت اللي علاء الدين بياخد فيه المصبح عبود كان بيشيل الجوهرة ساعتها بقى المكان كله كان بيتحول والكنز بيختفي والمكان بيبقى عبارة عن حمم بركانية كانت هتسلقها بينجحوا بمساعدة البصات اللي بيطير دون ان هما يهربوا من الكهف والموت بس قبل ما يخرجوا وقع على البصات صخرة وعلاقة شعلق قدام الرجل العجوز واللي كان كل همه انه ياخدوا المصبح وبس واول ما لمسوا المصبح حسابهم يقعوا بس بيطلع من المصبح لسه معاهم لان عبود ضحك عليه وخدوا تاني بس برضو دلوقتي هما محبوسين في الكهف ومش عارفين هيخرجوا ازاي ساعتها علاء بيدعك المصبح السحري وبيطلع له المارد اللي واضح انه كان ناين بقاله كتير حوالي عشرة بيعرف علاء ان هو ممكن ينفز له تلت طلبات وان هو عنده قدرات جنية خارجة باستثناء بقى تلت حاجات ما بيقدرش ان هو يعملهم اول حاجة مش هيقدر يقتل حد تاني حاجة مش هيقدر يخلي حد يحبه والتالتة مش هيصح لحد من الموت وعلشان ما يضيعوش امنية من التلاتة بيستفزوا الجني وبيقولوله ان هو ما يقدرش يطلعهم من المكان ده بس الجني علشان عبيد قالهم طبه هو وطلعهم برا خالص وكده لسه معهم التلاتة امنيات في نفس الوقت اللي كان في القصر ياسمين وقف مع جعفر وابوها وبتقول ان هي لما تبقى ملكة اول حاجة هتعملها ان هي هتشانير جعفر ده بعدها البغبغان بتاع جعفر بيعرض عليه فكرة ان هو يتجاوز هو الاميرة علشان يبقى الملك بنرجع بقى للجني واللي كان خرج الجماعة كلهم وبيعرف علاء ان هو بيخدم صاحب المصباح وهو متأيد ومحبوس بكده والحل الوحيد ان صاحب المصباح يتخلى عن امنية من بتوعه ويحرر بيها الجني وعلاق بيقعده ان لو ساعده ان يتجاوز الاميرة هتبقى ثالث امنية ان هو يحرره من المصباح بيفكر علاء في اول امنية واللي يقدر يتجاوز بها الاميرة بيطلب من الجني ان هو يحاوله امير وده اللي بيحصل فعلا وكمان بيحاول عبود لفيل ضخم وبيعمله موكد كبير علشان يدخل به اغربة على الملك بيغنوا هم ماشيين عن الامير علي وده الاسم الجديد بتاع علاء الدين دلوقت وبيقولوا ان هو من مملكة بعيدة وانه امير غني جدا وعنده فلوس كتير متتعدش بيدخل على الملك في القصر واللي بيعجب بيه وبالبساط السحر بتاعه وبيكونوا وقفين هم الاثنين وجعفر معاهم بيتخنقوا مين فيهم يتجاوز الاميرة في الوقت اللي بتدخل فيه ياسمين وبتدايق ان هم قاعدين يبيعوا ويشتلوا فيها وساعتها ما بتعرفش علاء الدين بسبب اللبس الجديد بيروح بالليل علاء الدين الامير في البلكونة بتاعته بيفضل يتكلم انه امير وغني وكده بس هي بتنفضله لحد ما بيشتغلها انه هو واقع من البلكونة لما بتتخضه بتروح تشوفه وبتلاقيه على البصات السحري واللي بتوعجب به جدا بياخدها علاء الدين على البصات علشان يلفه سوا وبيفضله طايرين كتير في الاخر بيقعده مكان وياسمين بتعرف ان هي تستدرجه وبتعرف ان علاء الدين الشخص اللي قابلها في السوق وانقاذها وهو بيقول لها انه بيحب يعمل زي انه من عامة الشعب علشان ينزل في الشارع براحته انما هو امير بجد زيها بعدها بيرجع الامير القدودها تاني بس بعدما كانت حبته هي كمان زي ما هو بيحبها كان لسه هيعيش الحلم بقى بس يتفاجئ برجالة جعفر هجم عليه ومسكوه ضربوه ورموه في الماء علشان يغرق ويخلصوا منه بس هو لمس المصباح والجن طلع وانقاذه من الغرق الاميرة كانت في قضتها مبسوطة وسعيدة لحد ما دخل عليها الملك ومعه جعفر الملك كان مترنح خالص وكان واضح ان هو تحت تأثير سحر جعفر بيقول لي ياسمين انت خلاص هتتجوز جعفر في الوقت اللي بيدخل فيه علاء الدين وبيقول لهم ان جعفر حاول انه يقتله ويخلص منه بيشوف ساعتها ان الملك تحت تأثير سحر عصاية جعفر فبسرعة بيمسك العصاية وبيكسره بعدها يفوق الملك من سحر جعفر ويطلب من الحراس انهم يقبضوا عليه جعفر يرمي شيء بتنفجر في الارض ويقدر انه يهرب منهم الملك يقرر انه يجوز الامير ياسمين للامير علي اللي هو علاء الدين بعدها علاء الدين كان حزين انه يضحك عليهم اما الجن يطلب منه انه يحرره كما وعده علاء الدين يرفض علشان وجود الجن هو الذي يخلي له ايمة وعمله امير ويقرر انه يجب يروح الاول ويصارح ياسمين بالحقيقة لما بيمشي بيسرع البغبغان بتاع جعفر المصباح وبيوديهوله بيخرج الجن وبيطلب منه اول امنية وهو انه يبقى الملك الاغربة وطبعا زي ما قلنا الجن لازم يخدم ملك المصباح وتاني امنية بقى طلبها انه يبقى اقوى سحر في العالم وبعدها بيفضح علاء الدين وبيعرفهم انه هو بيجد وكمان بينفيه في مكان بعيد مليان تالي جعفر بقى كان مقضيها مكان الملك ورابط ياسمين بسلاسل وبيخليها تأكله وتشربه بأيديها لما بيطلب من الجن انه هو يخليها تحبه وبيقول له لأ انا قيل من الاول ما بخليش حد يحب التاني بتشوف ياسمين علاء الدين واللي قدر انه هو يرجع بمساعدة البوساط السحري بتعمل نفسها حبة جعفر وبتفضل تلهيه لحد ما علاء الدين ياخد المصباح بس جعفر شاف علاء الدين في التاج بتاعها وتحول عليهم بقى حبس الاميرة في سعر عملية وتحول هو لتعبان كبير وضخم علاء الدين يضحك عليه ويقول له انت برضو لسه مش اقوى واحد لان الجني اقوى منك اكيد بتنجح خطته فعلا وجعفر بيطلب من الجني انه هو يبقى زيه واقوى وفعلا بيحاولوا الجني لجني زيه بس الخدعة بقى انه هيبقى محبوس هو كمان في المصباح زي ما الجني التاني محبوس بيخلصوا من المصباح اللي فيه جعفر بانهم بيرمو بعيد جدا وبيعتذر هو بعدها الياسميني اللي نكتب عليها وبيطلب اخر امنية له وهي ان الجني يتحرر من المصباح طبعا الجني مكانش مصدق نفسه وبيقرر انه هو لازم يسافر ويلف ويشوف كل حاجة ما شافهاش بسبب حبسته في المصباح الملك لما بيشوف اللي بيحصل دوما بيقرر انه هو يغير القنون ويجوز بنته الاميرة لعلاق الدين وفعلا بيتجوز علاء الدين وياسمين وبيعيشه في تبات ونبات بتبدأ القصة تاني في مدينة اغربة مدينة علاء الدين شوية حرمية كده راجبين الاحصنة بتاعتهم ورجعين للمخبأ بتاعهم كانوا بيودوا المسروقات اللي هم خدوها للقائد بتاعهم اللي هناك واللي بيخدهم كلهم وبيديهم هم شوية دنانير صغيرين بيظهر عبود ارد علاء الدين المشهور وهو كان بيحاول يهرب بصندوق من بتاع المسروقات بتاعهم واحد من الحرمية بيمسكه وساعتها كان لازم يتدخل علاء الدين بيقدر ان هو يتغلب عليهم بمساعدة الارد والبساط السحري وبياخدوا الصندوق وبيقدر ان هو يهرب منهم بنروح بقى لعجوة بغبغان جعفر الشرير واللي انتهى في الجزء الاول انه تحبس في مصباح سحري زي الجني بيكلموا جعفر من جوة وبيقولوا انت لازم تلاقي طريقة علشان تخرجني بها من المصباح ده بس عجوة كان جاب اخره منه ورمى المصباح في بير عميق وسابه طار بيجرب ان هو يرجع لوحده للسوق وكان عايز يعيش جو الشرير بقى لحد مواحد بالسوق بيلزقوا في الحيطة وبيفوقوا بيكون علاء الدين رجع بصندوق الدهب وبيفضل يوزقوا على الفقراء والمحتاجين عبود طبعا كان زعلان انه وزع الصندوق اللي تعبوا على ما قدروا ان هم يجبوه وعلاء الدين كان محتفظ بجوهرها على شكل وردة وطبعا كان سايبها لحطة الطريقة بتاعته الاميرة ياسمين بيروح على القصر وبيستقبلوا راجع النمر بتاع الاميرة وبيدي ياسمين الوردة الدهبية اللي هو جابها لها بتعرفوا ان الملك ابوها عامل عاشا ليهم النهاردة وبيقول لها ان هو هيقلم فيه قرارات مهمة بيلبس علاء الدين لبس الامير من تاني وللنورة دي بقى كان الحقه يلبسه لانه تجوز الاميرة ياسمين خلاص بنشوف عجوة واللي كان شايف انه علشان يرجع القصر كان لازم يكسب علاء الدين في صفه وبيروح له علشان يضحك عليه وبيفضل يتمسكن له علشان ياخده معاه بس علاء الدين كان مسحصح وما بيرضاش وبيجري ورا كمان علشان يمسكه لحد ما بيلاقي نفسه قدام بقى شلة الحرمية اللي سرق منهم صندوق الذهب اللي هو وزعه طبعا اول ما بيشوفوه بيمسكوه وكانوا هيشلوحوه لحد ما عجوة بيتصرف وبيقدر ان هو يقدع عليهم كلهم وبيضربهم بالبيض وبينادي على الحراس بتوع القصر علشان يمسكوهم علاء بعدها بيقول لعجوة انا لازم اردلك اللي انت عملته وهاخدك للملك علشان تكلمه في رجوعك للقصر عجوة بيقوله بس الملك والاميرة اللي اتنين بيكرهوني جدا بسبب جعفر واللي احنا عملنا فيهم وعلاق بيطمنه وبيقوله ما تقلقش انا هتكلم معهم علشانك بيرجع علاء الدين بعجوة بس كان مخبيه عن الاميرة ياسمين في الوقت اللي الجن اللي كان قرر ان هو يلف العالم كله اخر الجزء اللي فات لو تفتكره كان رجع ليهم تاني وفضل يحكي لهم عن البلاد اللي هو وزرها وهو كان بياخدهم في لفها بقدراته الجنية بيعرف منهم ان فيه عشاليهم النهاردة فبيعزم نفسه معاهم اما عبود بقى فعلاء بيسيبه علشان يخلي عينه على عجوة نرجع للمجموعة بتاعت الحرامية واللي ما كانوش طيقين القائد بتاعهم وكانوا عايزين يتخلصوا منه في البير اللي في المصباح بس ساعتها قدر القائد ان هو يطلع على المصباح ومسحه من المياه اللي كانت عليه وساعتها بيخرج جعفر وهو على هيئة جن كبير بيقول للحرامي وديني على اغربة بسرعة علشان انا عايز ان تهم من علاء الدين الحرامي ما كانش فاهم هو مين اللي هيحقق للتاني الامنيات وبيعمل مع اتفاق ان هو يحقق له الامنيات بتاعته وفي المقابل هو هيودي اغربة علشان ينتهم من علاء الدين زي ما هو عايز اول طلب للحرامي انه كان عايز سفينة غرقانة كانت مليانة كنوز وجعفر بدل ما يجبها له لحد عنده نزله هو للسفينة تحت المياه وبيقول له طبعا دلوقتي هتتمنى ان انت تطلع من المياه دي وانا مش هتطلعك غير لو اعتني ان انت توديني علاء الدين حرامي بيقول له يا راجل مش تقول ان انت عايز تنتقم من علاء الدين ما احنا كمان عايزين ننتقم منه ده سرق مننا صندوق مليا ده بنروح بقى للعشاء اللي كان عامله الملك ليهم في القصر والقرار المهم اللي هو كان عايز يقوله له وبيطلع ان القرار ده هو تعيين علاء الدين الوزير الجديد بتاعه وانه من دلوقتي خلاص هيبقى هو المستشار الاول ليه وهياخد رأيه في اي قرار هياخده بعد كده من اخرج برا القصر بقى العجوة اللي كان في القفص واللي كان علاء الدين حطه فيه وكان بيحاول انه هو يخلي عبود الارض يخرجه منه هو عبود فعلا بيفتحه القفص بس بيخلي النمر الراجل يجري وراه لحد ما كان العشاء بتاع الملك اول ما الملك بيشوفه بيندهع الحراس بسرعة علشان يجي ويمسكوه ويقتلوه بس علاء الدين بيدافع عنه وبيقول له انه جعفر كان بيتحكم فيه بالسحر وانه هو ملوش زنب وبيقول له كمان ما تقلقش من هنا ورايح هيبقى تحت عيني وانا هرقبه السلطان بيوافق بس ياسمين كانت زعلانة من علاء لانه خب الموضوع بتاع عجوة ده عليها بتسيبه ومبتخرج وهي زعلانة وتقعد في الجنينة لوحدها والجني بيمسك عجوة وبيقول له انه هو لازم يصلح اللي هو بوازه ده وانه يحاول يصالح ياسمين على علاء الدين بيروح عجوة لياسمين وبيقول لها انه هو انقذ حياة علاء الدين قبل كده وده السبب اللي خليه دافع عنه وفعلا ياسمين بتقتنع بالكلام وبتسامح علاء الدين وبيرجعوا للمحن بتاعهم مرة تانية في الوقت اللي بيكون جعفر وصل للقصر وبيشوفهم سوا وبيشوف كمان ان عجوة معاه وبيفرح لانه كده لقى حد جوه يقدر يساعده في خطته الشريرة عجوة كان قاعد بيستجمه وبيحلم انه هو في يوم من الايام هيبقى هو الوزير واذا بجعفر بيعمل دخول مفاجئ وعجوة كان عايز الارض ساعتها تتشق وتبلع جعفر بيقول له ما تخافش انا مش هعملك حاجة انا مش عايزك انت انا عايز علاء الدين وبيكلفه كمان بدوره في الخطة بتاعته بيروح عجوة لعلاق الدين اللي كان قاعد مع ياسمين وبيقترح عليه انه هو ياخد الملك في جوله على البصات السحر بتاعه من غير الجني علاء بتعجبه الفكرة وبيوافق وده طبعا كان كله جزء من خطة الشرير جعفر وياسمين بتعتذر العجوة بعدها عن معاملتها الوحشة ليه وده بيخلي عجوة متدايق من نفسه لانه خانهم مقلب اصله معاهم بياخد علاء الدين السلطان فعلا على البساط وبيطير بيه والسلطان كان ساعتها مبسوط جدا بيروحوا في الاخر على مكان عجوة كان هو اللي قيلهم عليه في الوقت اللي جعفر كان راح فيه للجني وعبود وفضل يحاربهم وبيقدر بقدرات الجني بتاعته ان هو يحبس الجني ويربط الارد علاء الدين كان لسه بيتكلم مع السلطان فان عجوة طيب ومش شرير لحد ما فعلا السلطان بيصدقه وبيقتنع بكلامه بيروح علاء الدين علشان يفرح عجوة في الوقت اللي بيوصل فيه جعفر والحرمية وبيخطفه الملك بيحاول علاء الدين ان هو انقذ الملك بس ما بيلحقه مش وبياخد جعفر الملك وبيحبسه وبياخد كمان العمى بتاعته لما علاء بيرجع للقصر الحراص بيقبضه عليه بتهمة قتل الملك وده لانهم لقوا العمى بتاعت الملك متقطعة في قضة علاء الدين وحتى ياسمين ما كانتش مسدقاه وتحسها كده مختلفة وان مش هي ياسمين بيرموا علاء الدين في السجن وبيطلع ان ياسمين فعلا محبوسها كمان وان جعفر كان هو المتنكر في شخصيتها بيعرفها جعفر ان هو حابس ابوها الملك وان هي يا ام تبقى لي يا ام هيقتله اما بقى علاء الدين فالحراص كانوا خلاص واخدينه علشان ينفزوا في الاعدام في الوقت اللي عجوة ضميره صحي فيه وراح حرر الجن من البرلورة اللي كان محبوس فيها وساعتها الجن بيروح بسرعة جدا وبيلحق علاء الدين قبل ما يقتلوه وبيجمع علاء الدين وياسمين والملك والارد وبيعرفهم كمان ان عجوة ضميره صحي وان هو اللي حرره علاجه بيتجمعه وبيفكره في طريقة علشان يعرفه يقضوا بها على جعفر والجني بيعرفهم ان هم علشان يقضوا على جني لازم يدمروا المصبح بتاعه وساعتها بتروح المجموعة كلها على المكان اللي كان فيه جعفر لان اكيد المصبح هناك بيلقوا ان هو قاعد هناك بيحقق للحرام الامنيات بتاعته علشان في الاخر يحرروا بيحاولوا ان هم ياخدوا المصبح بتاعه بس هو بيشوفهم وبتبتدي العركة ما بينهم بس جعفر كان واضح ان هو جني قوي جدا وما كان مش قادرين عليه خالص وهو كان شغال ضرب فيهم شمال ويمين وبيطلع عصير وبراكين وليلة لحد ما قدر عجوة في الاخر ان هو يرمي المصبح بتاعه في البراكين دي وساعتها بيتضمر المصبح السحن وبيخلصه اخيرا من جعفر كل حاجة بعدها بترجع تاني زي الاول والملك بيقول لعلاق الدين انت هتتعين رسمي وزير لي بس علاء بيرفض بيقوله ان هو ياسمين عايزين يلفوا العالم زي الجني وبيعينه عجوة زي ما كان عايز من الاول وزير للملك وبياخد علاء ياسمين علشان يبتدوا يلفوا العالم ويكتشفوه فيلم النهاردة بصراحة كان فيه مفاجئتين بالنسبالي وانا ما اعرفش بالنسبال كونتو هيبقى برضو مفاجئات ولا لا اول حاجة الفيلم نفسه لاني اول مرة اعرف ان فيه جزء ثالث لعلاق الدين والحاجة التانية بقى ان بكل اللي حصل بما بين علاء الدين والاميرا ياسمين في الجزء الاول والتاني بس كانوا لسه متجاوزوش تقدر تقول كده مقضيانها سوا بس جي الوقت اخيرا ان الاميرا ياسمين هتجاوز فيه علاء الدين وكانوا بيجهزوا مملكة اغربة للفرح بتاعهم الجني طبعا كان مبسوط جدا وهائس وقاعد يحضر الناس كلها ويلبسهم لبس جديد علشان الفرح بس كان وسط الناس حرامي عمال يتسحب علشان يدخل جوه بيروح بعدها لعلاق الدين واللي بيلاقيه قاعد حزين وبيبص للخنجر بتاع ابوه الجني بيسأله عن بابا وعلاق بيعرفه انه مات من زمان وهو دلوقتي زعلان علشان كان نفسه يبقى موجود معاه فرحه الجني بيقوله اكيد لو كان هنا كان هيبقى فخور بيك جدا ده انت شوية وهتبقى امير بياخدوا معاه ويروحوا الاميرا ياسمين وبنروح بعدها لللص واللي كان معاه واحد كمان وبنعرف انه هم عايزين يدخلوا من الفرح بيبدأ الفرح والجني بصراحة كان قايم بالليلة كلها من غنى لفراشة لكل حاجة والاميرا ياسمين بقى كان شكلها جميل جدا في الفلسطان الابيان بيحضر الحرامي واللي كانوا معاه نفسهم وبيبدأ اخطتهم بفيه العملاق بيخلوه يقطاحم الفرح بيستغلوا انشغال الناس بالفرح اللباز وبيدخلوا وبيسرقوا كل الدهب والمجاهرات اللي موجودة في القصر علاء الدين كان بيقاوم اللص ده وبيفضلوا يدخلوا سوا هم اللي اتنين والحرامي كان واضح انه هو عايز حاجة معينة من القصر بيجري ناحيتهم الفيل وبيفض الاشتباك والنصوص كلهم بيقدروا ان هم يهربوا على طول الجنية عمل فيها مهندس علشان يرجع القصر زي ما كان وعلاء كان معاه العصايا اللي لص كان عايزها هو كان مستغرب ليه العصايا دي بالذات اللي هو كان محتاجها بس بنفهم كلنا ليه لما العصايا دي بتنور وبيطلع منها صورة ساحرة باين بتقول لهم ان ده يبقى ملك اللصوص وكان عايز العصايا دي علشان هتدله على مكان كنز كبير بيطلع الساحرة دي بتعرف اللي بيحصل وان كل واحد ممكن يسألها سؤال عن المستقبل بس بشرط يبقى سؤال واحد بس لكل شخص علاء الدين بيقول لها ان هو مش عايز يعرف المستقبل هو عايز يعرف الماضي بتقول له انت باباك لسه عايش وان هو اللي ممكن يجاوبك على السئلة بتاعة الماضي بتاعتك دي بيقعد بعدها علاء الدين وهو حزين لانه كان محتقد كل ده ان ابوه مات من زمان ودلوقتي بفكر ان هو سابه علشان ما بيحبوش بتجيله اسمين وبتحاول ان هي تهون عليه شوية بياخدها وبيروحوا تاني وبيطلعوا للساحرة وبيسألها عن مكان ابوه فين بتجاوبوا ان هو يمشي ورا اصار اقدام الاربعين حرامي اللي سرقوا الاصر وبوزوا الفرح بتاعه وفعلا علاء الدين بياخد عبود وعجوة والبساط ويروحوا ورا الاصار زي ما قالت له بينجح فعلا ان هو يوصل لهم وهم لسه ما دخلوش الكهف بتاعهم بيسمع ملك الاربعين حرامي وهو بيقول كلمة السر افتح يا سيمسون وبيدخلوا للكهف بتاعهم علاء بسرعة بيخش وراهم من غير محد فيهم ياخد باله منه بيشوف علاء ملك اللصوص جوه وبيطلع ان هو ابوه وكان بيتخانق مع حرامي تاني ضخم اسمه سعلوك وعلاء من غير تفكير بيتدخل وبيحامي عن ابوه ابوه بيتعرف عليه وبيبقى فرحان جدا بيه وبيسلم عليه بس الحرامي سعلوك التاني دوهم بيقوله ان القانون بتاعنا واضح بيقول ان اي حد يعرف مخبأنا هيتقتل بس جاسم واللي هو ابو علاء الدين بيقوله لأ ده ابني واحنا مش هنقتله هو هيدخل في تحدي معاك واللي يكسب فيك هو اللي يعيش بتبدأ العركمة بينهم وسعلوك زي ما انتم شايفين كان ضخم جدا واحتمال يكسب علاء الدين وفعلا بيقع علاء على الارض وشكلنا كده هنقوله باي باي بس سعلوك بيقع من فوق الحتة اللي بتخانق عليها وعلاء ما بيقدرش ان هو يلحقه وكان بعديها طبعا زعلان ان هو كان السبب في موته بس ابوه كان فخور بيه وبيقوله انت خلاص بقيت واحد مننا ما كان سعلوك بس بيطلع بقى ان سعلوك مماتش ولا حاجة زي ما توقعه وبيطلع من البحر وشكله كده مش ناولهم على اي خير علاء الدين بيروح مع بابا واللي كان عايز يوريه غرفة سرية هو بس اللي يعرف مكانها وبيحكي العلاق على الكنز الكبير اللي هو عايزه وبيعرفه ان هو على جزيرة مخفية مكانها بيتغير كل فترة وبيقوله ان الكنز ده يبقى عبارة عن ايد بتحول اي حاجة تلمسها لدهب اه زي السفينة اللي هو محتفظ بيها دي وبيقوله كمان ان هو سابهم زمان علشان يجيب لهم دهب كتير بس لما رجع ملقه مش علاء بيقوله احنا افتكرناك موت واخنا اصلا ما كناش محتاجين الدهب اللي انت عايزه ده بيعزمه على فرحه اللي هيعمله تاني بكرة في القصر ابوكا متردد ازا كان يحضر الفرح ولا لا بس عجوة بيقوله تعال الفرح وبالمرة تكلم الساحرة وتعرف اللي انت عايزه منها بس ساعتها سعلوك الخين كان عنده خطة تانية بيروح الحراس بتوع الملك وبيبلغ عن مكان كهف الاربئين حرامي اللي سرق القصر وبوزه الفرح وبيروح الحارس هناك وبيقول كلمة السر وبيدخل الكهف في الوقت اللي بيكون علاء الدين وجاسم وصلوا للقصر وبيعرف نفسه للجني على انه ملك اللصوص وطبعا الجني كان هشالواحه ساعتها بس علاء الدين بيعرفه ان هو برضو يبقى ابوه في نفس الوقت بيعرفوا بعدها على اسمين وابوها الملك بس بيقول لهم ان هو كان محبوس عند الاربئين حرامي بنروح بقى للكهف والحراس ما كانوش له فيه حاجة وصاعلوك بيقول لهم ان ملك اللصوص ده يبقى ابو علاء الدين اللي هيتجوز الاميرة بتاعتكم وهناك في القصر كان جاسم ومعاه عجوة اللي شكله حن للاجرام تاني رايحين للسحرة اللي في العصايا بس ساعتها الحراس بيقبضوا عليهم وبيودوهم للملك وبيعرفوا الملك ان جاسم ده يبقى ملك اللصوص وان عجوة ده شغل معاه علاء الدين كان مصدوم لانه فكر ان بابا اتغير بس عارف ان لسه زي ما هو حرامي طبعا الملك بيقمر بحبس جاسم وعجوة في السجن بس علاء الدين بيقرر ان هو يهربه ده مهما كان برضو ابوه بيروح بالليل وبيفتح له الباب وبياخد اللبس بتاعه علشان يشغل الحراس عنه بس الحارس بعد شوية جاري عارف ان ده علاء الدين وساعتها بيجي جاسم وبينكزه من الحارس بيطلب منه ان هو يهرب معاه بس هو بيقوله لأ لان ياسمين مستنيه في القصر وان هو مستعد لتلقي العقاب ومش هيهرب زيه من المسئولية زمان وبيطلب من عجوة ان هو يروح مع ابوه ويفضل معاه سعلوك بقى كان وصل لبقية الحرامية وبيجدب عليهم وبيشتغلهم وبيقولهم ان جاسم هو اللي عرف الحراس المكان بتاعنا بيوصل بعدها جاسم وعجوة ومعه العصاية اللي فيها السحرة بيتفاجئ ان رجالته قلبوا عليه ومسكوه كتفوه وبيجبروه ان هو يسأل السحرة على مكان الجزيرة المختفية وفعلا بتعرفه من الجزيرة دي هتظهر الفجر في مكان معين بنرجع بقى للأصر الملك وكبير الحراس بيقوله ان علاء الدين كان لازم يتعاقد علاء بيحاول يفهمه ان هو بس كان بيحاول ينقذ ابوه وكان نفسه ان هو ينجح في ان هو يغيره الملك بيكرر ان هو يسامح علاء الدين في الوقت العجوة اللي كان نجح ان هو يهرب رجع لهم تاني وبيحكي العلاق على اللي حصل لابوه من الاربعين حرامي اما الحرامية بقى كانوا قربوا يوصلوا للمكان اللي هتظهر فيه الجزيرة واللي قالت لهم عليه السحرة وفعلا بتظهر الجزيرة واللي كانت بتختفي لانها على ظهر زلحيفة عملاقة جدا الجن بيكون وصل هو كمان ومع علاء الدين وبقية المجموعة بيحارب الجن اللصوص وعلاء بيروح علشان ينقذ ابوه بينجح في كده فعلا وبياخدوا ويروحوا للمكان اللي فيه ليد اللي بتحول لدهب بياخد علاء الدين ليد بس بيمسكها من المقبض بتاعها علشان ما يتحولش هو لدهب وبنلاقي فعلا ان اي حاجة بتلمسها ليد دي بتتحول لدهب فورا بيظهر ليهم سعلوك واللي بدوره كان عايز ليدهوه كمان هو نجح ان هو اخدها بس بغباءه ومسكها نفسها وتحول لتمثال دهب بيهرب بسرعة علاء الدين وابوه قبل ما المكان كله يغرق تحت المية جاسم بيقوله ان هو اكتشف الكنز الحقيقي وان هو مش الدهب الكنز الحقيقي يبقى ابن علاء الدين السفينة اللي كان فيها اللصوص بتتحول لدهب وبتغرق بيهم وهم بيرجعوا بالبساط للقصر علشان اخيرا يتم الفرح على خير بحضور ابو علاء الدين زي ما كان بيحلم من الاول كم وصلت انهاية في الميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وقالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول